أنا بأعتقد أني آش اللي دار حالياً بيقول ما يلي بيقول أولاً أنه الراهنية النضالية والاستراتيجية عم نحكي استراتيجية بمعنى قضايا استراع هي للضفة يعني مستقبل الصراع في المنطقة أنا شخصياً أقول وقف على الضفة لا سمح الله إذا نجح الاحتلال في تعقيم الضفة أصلاً الاحتلال طوال عشر سنوات على الأقل يعني منذ حرب 2014 وصرف النظر عن فكرة التقدم الجغرافي في غزة لكلفتها العالية وهو يتعامل على قاعدة التساكن مع غزة مسلحة بالصواريخ مع جنوب لبنان مسلح بالصواريخ على قاعدة الردع وقواعد الاشتباك اللي خليها الآن ينقلب هو أن المقاومة هي التي انقلبت يعني المقاومة في غزة والمقاومة في الجنوب قالت أنها لا تقبل هذا التساكن يعني تساكن على قاعدة قضم وهضم القدس والضفة وفرحتنا بالصواريخ اللي معنا هذا أمر غير وارد وأن المقاومة تسلحت وتصورخت إذا صحت تعبير من أجل أن تمنع هذا التهويد وأن تمنع هذا القضم وأن تمنع هذا الهضم وبالتالي الآن فتحت كل الجبهات على الاحتلال لكن تبقى الضفة هي التي تقرر مصير الكيان نرجع هيك شوي بالجغرافيا وبالديموغرافيا بالديموغرافيا الضفة هي الثقل السكاني الفلسطيني اللي ما أدري نفسه هو بالاستيطان يعني بالهجرة إلى فلسطين الآن هو ينزف في هجرة معاكسة ما في يجيب الناس من 48 على الضفة لا يعمل اختلال ديموغرافي وإلا بصير الاختلال عكسي في أرض 48 يعني هو ضائع بين الجغرافيا التي تشكل أساس الكيان القانوني عالمياً وهي أرض 48 وبين الجغرافيا التي تشكل أساس السردية السويونية وهي الضفة الغربية أنا لا أوافق على القول أن الضفة ساكنة وخامدة يعني أنا رأيي أن الاحتلال يمارس يعني كل بطشو في الضفة عم نحكي عن أكثر من 500 شهيد خلال مرحلة ما بعد 7 أكتوبر عم نحكي عن 10,000 أسير يعني عم نحكي عن قوة حية في مجتمع أنت لما بتشيل 10,000 وبتحطهم بالسجون ولما بتقتل 500 وبتشرح وتجرح 5000 شو متوقع يكون في الضفة قوة ناشطة يمكن أن تشكل أساس الاشتباك مع الاحتلال أكثر من هذا العدد إذا كل غزة كنا عم نحكي عن 30-40 ألف هو الجسم المنظم الذي يشكل مصدر القلق ومصدر الإرهاق ومصدر الصداع لكيان الاحتلال وبالتالي لا الضفة يعني تحت ثقل من جهة السلطة والتنسيق والملاحقة الانقسام الفصائلي معه بطش الاحتلال ووحشية الاحتلال في التعامل مع الضفة وبالتالي نحن بحاجة أولا أن نعيد تشخيص وضع الضفة جغرافيا سكانيا اقتصاديا فصائليا شو معنى أنه 72% من سكان الضفة 72% في استطلاع الرأي تقع مركز البحوث والدراسات الفلسطينية المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات السياسية والمسحية لما بقول 72% في الضفة يقولون إن ما فعلته حماس في 7 أكتوبر لا زال صائبا وهو الخيار الصحيح وهو الذي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية 90% يطالبون بحل السلطة 92% لا يرون أن محمود عباس زعيما مؤهلا يعني باعتقد أنه لا عم نحكي عن الحالة الشعبية بألف خير في الضفة لكن كيف تترجم حضورها ما هي رؤية استراتيجية هل هناك رؤية استراتيجية لطريقة زج الإمكانات الشعبية في المواجهة ما باعتقد حتى الآن هناك أكثر من توجه لطبقة ضفة حية متحركة وهي حية ومتحركة وبالتالي نحن بدنا نناقش الضفة بطراوة ننتفق من الأول مش بدنا نناقش على قاعدة أنه الضفة منهارة وكيف أن نصطنضها الضفة بألف خير والضفة عاملة واجبها وزيادي وبالتالي بدنا نشخص مكانة الضفة في مشروع المقامة ومكانة الضفة في المشروع الصهيوني وبعد خروج غزة منتصرة وجنوب لبنان منتصرا ما هي الانعكاسات؟ ما هي الديناميكية التي سيطلقها النصر في الضفة؟ وكيف يمكن تثميرها؟ شو من اقترح أفكار وآليات وأشكال؟ شو من تخيل شكل الصراع القادم؟ حرب بين المستوطنات والمدن والبلدات الفلسطينية يعني أن يتوحش المستوطنون وأن تبدأ الهجمات على القرى والبلدات أن ينهض الفلسطينيون ويشكلوا حواجز ونقاط اشتباك وتصادم مع المستوطنات وأنا أتوقع أن الشكل القادم للمعركة في الضفة هو هذا هو بين المستوطنين والسكان الأصليين ولذلك نحن معنيون أن نستكشف آليات ورؤى بل ما نستعجل فيها من هون أنا أقول أنه نعم الضفة كقضية استراتيجية مش سياسية الباقي سياسي كيف نخاطب الشارع الغربي سياسي مهم وأنا رأيي من العناوين التي طرحها الأستاذ إسماعيل هنية اللي هنها ثلاثة اللي هنها الشارع الغربي واللي هنها المساهمة في تفكيك الكيان واللي هنها المساهمة في شرعنة المقامة أنا أعتقد أن المهمة التي تناسب تشكيلتنا ودورنا وهذا هي المساهمة في التشبيك خليني نستخدم التعبير في التشبيك مع الجماعات الناهضة في الشارع الغربي يعني فينا نساهم بهذا الموضوع أقلب كتير من السأف اللي طرحه الأستاذ رضال اللي هو الذهاب نحو فكرة يعني من هي قوى النظام العالمي الجديد والقوى المناوئة لنظام الهيمنة لا نحكي على مستوى المجموعات التي نهضت تنتصر لفلسطين وخصوصا من طرح منها فلسطين حرة من بحرها إلى نهرها هذه المجموعات نفتش عليها وأنا في هذا السياق أستطيع أن أقترح شيئا عمليا أنه جملائنا الموجودين خارج البلاد العربية والفاعلين والناشطين في الساحة الأجنبية يعني مثل ما حكي حسام لأنه قاعد برا الأستاذ حسام مثل ما حكي الدكتور سائد مثل ما حكي الأستاذ ميرنا وهناك زملاء آخرين أوضاعهم مشابهة ممكن أنا أقترح من هؤلاء الزملاء أستاذ رضا يعني في مقدمتهم أن يجيبون أو أن يحضروا لنا تصورا حول من هي المجموعات لأنه برأيي لا نحكي شيء عملي ما نكون عم نحكي خطابيا من هي هذه المجموعات ما هي خلفياتها الثقافية من هم رموزها البي دي أس اللي هي عماد أساسي في هذه الحركة عم نحكي حركة المقاطعة التي لعبت دورا ولا تزال اليوم التعبير الأبرز في معاقبة الكيام لا يأتي فيه قطع علاقات صار من ثلاث أربع دول عظيم ومهم جدا لكن الطابع الأشمل عالميا هو المقاطعة الاقتصادية التي لعبت بي دي أس فيه دور أساسي ومحوري وهذا يستدعي أنه كمان التشبيك مع بي دي أس وفي بعض الرموز المشاهير الذين أطلوا بفيديوهات وتسجيلات قيمة وذات معاني مهمة في مقاربة حقوقية فلسفية لقضية فلسطين منهم نجوم بهوليود ومنهم شعراء ومنهم مغنين ومنهم أساتذة فلسفة في جامعات قل حدا مننا أنا أقترح أن تتشكل منا خلية تحصي هؤلاء تجمع عنهم المعلومات تبحث عن إمكانية بناء جسور للتواصل معهم وأنا الأسماء اللي طرحتها وأسماء أخرى أقترح أن تكون هي هذه الخلية ونعطيهم فترة شهر شهر ونص نكون نحن بدأنا النقاش على ملف بالضفة لنوصل بخلال هذه المدة صار عندنا تصور محدد يمكن نعمل نقاش مشترك لأن يكون الجواب هو نقاش مشترك بين المنتدى وبين هذه الرموز كل مرة نستضيف واحد منها ليقترحوا عليناهم ما هي الطريقة التي يمكن أن تسهم بها قوى المقامة والنخب المثقفة في العالم العربي أو في الوطن العربي من أجل أن تساعد وتساهم في خلق بيئة تجعل هذا النهوض في النخب الغربية نهوضا مستداما لصالح القضية الفلسطينية أكثر من أنه على مستوى فكرة يعني مواجهة النظام الهيمنة أو السعي لنظام عالمي جديد فأنا أقترح أولا هذه الفكرة بالنسبة لما طرحه الأستاذ هنية أن نختار واحدة من عنويني الثلاثة وأن نترجمها بصيغة أقرب إلى الواقعية هي التشبيك مع المجموعات والشخصيات وهذا التشبيك نترجمه أولا بالتعرف وبجمع المعلومات عن مادة معرفية تقول من هم هؤلاء واقتراحي المحدد هو أن ننتدب منا خمسة أو ستة لهذه المهمة قلت أسماءهم وأعتقد أن هناك آخرين يمكن أن يكونوا جزءا منهم ثم أقترح لجولتنا القادمة الضفة أنا رأيي أنه نحن بحاجة أولا لما نقول بنائش وضع الضفة أول حلقة لازم تكون فيها يعني بدنا ثلاث أربع حلقات نقاش عن الضفة فالحلقة الأولى يجب أن تكون تعرفا علميا موضوعيا على واقع الضفة على واقعها التاريخي الجغرافي الديموغرافي السياسي العسكري تشخيص دقيق لموازين القوى الراهنة فيها بمعزل عن المبالغة في التفاؤل والإفراط في التشاؤم يعني قراءة هادئة عاقلة باردة قبل طفان الأقصى وبعد طفان الأقصى نستعين باستطلاعات الرأي لنؤشر على أرقام حقيقية تتحدث عن الناس نعرض التوازن الديموغرافي الحقيقي فيها وين مشاريع التهجير بين الفشل والنجاح مشاريع الاستيطان حجم الجغرافية التي جرى قدمها كلها نحكي عنها كل ذا لكن بسوى أن حلقتنا الأولى عن هذا تقدم لنا أرقاما تكون معلومات تكون مليئة يعني الذي يريد أن يحتفظ بتسجيل لمدة ساعة وساعة ونصف يشخص له كل عنوين الحقائق والمعلومات الدقيقة التفصيلية عن الضفة يقول أحضر هذه الحلقة ثم في الحلقة الثانية نبدأ في تفكيك هذه المعطيات والعنوين لتحويلها إلى مسائل في السياسة وهذه المسائل في السياسة تبدأ أسئلة ثم تأتي في الحلقة الثالثة أجوبة وأنا أعتقد أننا بثلاثة حلقات نستطيع أن نصل إلى حلقة رابعة فيها خلاصات حول الضفة ربما تشكل نوع من توصيات ومن قراءات ومن أفكار ومن مشاريع تسهم في تفعيل وتزخيم حالة المواجهة أو توصيات لقوى المقامة للقوى الوطنية على المستوى العربي في كيفية إدارة العلاقة مع ملف الضفة وقضية الضفة الغربية مسألة الديمقراطية طبعاً أنا موافعاً لقاله الدكتور زياد أن هذه مسألة في الثقافة والأفضل أن تكون من مسائل المنتدى الثقافي لمناقشتها لكن أنا شخصياً إذا بدي أقول رأيي أنا ميال إلى القول أنه أصلاً ما في وصفة جاهزة للعالم كله في كل زمان وكل مكان الديمقراطية هي واحدة من وصفات الحكم البيعة واحدة من الوصفات الشورى واحدة من الوصفات الانتخاب الطبيعي في سياق ثورات حركات التحرر الوطني يعني الثورة الفيتنامية انتخبت هوشي منه وجياب بالميدان والمقاومة اختارت قادتها سمحت السيد ما إجاب حصيلة عملية انتخابات بالصناديق على مستوى الرأي العام اللبناني ففي لكل يعني تجربة صيرورتها التي تكتب سيرتها بذاتها أهم ما يجري الآن في الديمقراطية أنا رأيي هو أنه يسقطها كمقولة صالحة للتعميم أنها الحل الأمثل لكل المشاكل لا هي شكل أشكال نظام الحكم له ما له عليه ما عليه فيه حسناته له سيئاته خلصت كدين يعني الديمقراطية ليست ديناً يعبد وتشكل حلاً سحرياً لمشاكل بشرية أنا برأيي هذه هي حدودها على كل حال في المسألة الثقافية يعني يمكن أن يكون الموضوع قيد النقاش أكثر وأعمق